قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية اليوم إنه لم ينجي أي أحد من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت تقل 149 راكباً وطاقماً مؤلفاً من ثمانية أفراد ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن مصدراً لم تذكر هويته من شركة الطيران أنه لم ينجو أحد على متن الرحلة التي كانت تقل ركاباً من 33 دولة ومن بينهم إسرائيل وكانت الطائرة متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي يمكننا الآن أن نؤكد أن هناك 35 جنسية من بين 149 راكباً كان هناك 32 حاملين الجنسية الكينية إضافة إلى 18 كندياً وثمانية صينيين وخمسة هولنديين وستة مصريين وتسعة من أثيوبيا وسبعة من فرنسا ومن إنجلترا ومن الهند كان هناك أربعة ضحايا ومن ثم لدينا سلوفاكيا أيضاً والولايات المتحدة خسرت ثمانية ضحايا موسيقى موسيقى شكرا